ضياء شاب تقي تزوج من فتاة متوسطة الجمال ولكنها جميلة الخلق تراقب الله في كل تصرفاتها وتحفظ الكثير من القرآن والأحاديث النبوية وبعد أشهر قليلة من زواجهما عاد هادي شقيق ضياء الأصغر من سفره خارج البلاد وفاجأ الأسرة باختياره لفتاة غاية في الجمال لتكون زوجة له وتم الزواج بعد أسبوعين من عودته وسكن الزوجان في شقة بنفس بيت العائلة بعد أيام من الزواج نزل هادي وزوجته ليتناول الطعام مع الأسرة وفوجأ ضياء بزوجة أخيه كاشفة الشعر وترتدي ملابس شفافة دون أن تهتم بدهشة العائلة فغض ضياء بصره وبعد الطعام تحدث مع أخيه فيما بينهما وطلب منه أن يأمر زوجته بالاحتشام وذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة ولكن هادي قال له زوجتي جميلة وأحب أن أراها كما هي أخبر هادي زوجته بما دار بينه وبين أخيه فغضبت كثيرا وكانت تتعمد إبراز مفاتينها والوقوف في طريقه عند ذهابه إلى العمل كي يتغير عن زوجته ويعلم بأنها ليست جميلة مثلها فظلت على هذا الحال لأيام حتى لاحظ ضياء وزوجته نيتها فنصحتها زوجة ضياء كثيرا بالصلاة والالتزام بأمور الدين وكانت تدعو لها بالهداية كل ما رفضت نصائحها وفي أحد الأيام سافر هادي في مأمورية عمل إلى مدينة أخرى على أن يعود بعد أسبوع فأسرفت زوجته في استخدام أدوات تجميل الوجه وفي المساء عندما استعدت للنزول والجلوس مع العائلة بكامل فتنتها نظرت إلى المرآة فوجدت تشوهات فيه وعلمت أن أدوات التجميل الجديدة فاسدة فحزنت وبكت ونامت ليلتها في خوف كبير وفي الصباح ذهبت لبيت أهلها كي لا يراها أحد من عائلة زوجها وهي بهذا المنظر ثم اتصلت بعائلة زوجها وأخبرتهم بأنها ستمكث عند أهلها حتى عودة زوجها عاد هادي من سفره وذهب إلى زوجته وعندما شاهد وجهها الجميل قد تشوه كثيرا غاضب وترك زوجته بعد أن أخبرها بأنه سيتزوج من فتاة أخرى أكثر جمالا منها حيث أنها تزوجها لجمالها فقط تدخل ضياء وزوجته وأقنع هادي بالوقوف بجانب زوجته حتى تشفى وأن الجمال وحده لا ينشئ أسرة صالحة فاقتنع بكلامهما وذهب إلى زوجته ومكث معها حتى تم لها الشفاء وعندما عادت لأسرة زوجها اعتذرت للجميع واستغفرت ربها عن كل ما بذر منها ثم ارتدت الحجاب واهتمت بأمور دينها وأصبحت جميلة الخلق والخلق ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون شاب لم يتعود منذ الصغر على الصبر ويريد كل شيء سهلا ويهرب من كل موقف صعب يحتاج إلى حسن تفكير وقوة تحمل تمنى الزواج من ابنة صديق والده صغيرة السن عندما وجدها فتاة هادئة وديعة في المرات التي جاءت فيها مع أسرتها إلى بيت العائلة وبالفعل تم الزواج ولمس فيها حياء جميلة وأدبا رفيعة لم يره في فتاة من قبل عاش معها عدة أيام في نعيم وفي اليوم الخامس تقريبا وبعد أن انتهى الطعام الذي كان ببيتهم فاجأته بصوتها الهادئ أنها لا تعرف أي شيء عن الطبخ فابتسم وقال لها أعلمك فاختفت ابتسامتها وقالت غاضبة لا لن أتعلم حاول إقناعها بهدوء بأهمية هذا الأمر ففاجأته بصرخة مدوية كادت تصم مسامعه وأصيب بذهول شديد وهو يراها تصرخ بدون توقف فأخذ يتوسل إليها أن تهدأ دون جدوى ولم تتوقف إلا بعد أن هددها بالاتصال بأبيه فعادت إلى هدوئها ورقتها اكتشف الشاب أنها كانت تدعي الرقة والوداع وأن صوتها هذا الذي كان سببا في إعجابه بها كان يخفي من خلفه نفيرا أعلى من نفير أي قطار فسأل والدتها عن أمرها هذا فأخبرته وهي تبكي أن ابنتها قد أصيبت بصدمة عصبية في طفولتها أفقدتها الاتزان وجعلتها تثور لأقل سبب وأن والده منذ طفولتها كان كثيرا ما يعطف عليها ويأتي لها بالحلوة واللعب ومن أيامها وهي تحبه وتحترمه أكثر من أي إنسان آخر غضب الشاب كثيرا عندما عرف أن والده كان يعلم بحالاتها ولم يخبره وقال في نفسه بحزن شديد لماذا فعل أبي ذلك معي وقبل أن يفاتح والده بأنه سيطلق زوجته فورا قدر الله له أن يستمع في المذياع أن رجلا كان يرى أذى كثيرا من زوجته وقرر الطلاق لكن الشيخ قال له توجيه رب العالمين وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا كما أخبره أيضا أن الصبر على أذى الزوجة من أعظم العبادات وفيه أجر عظيم فنزلت هذه الآية على قلبه كالماء البارد في يوم شديد الحرارة وعنم أنه منذ طفولته كان يسخط لأتفاه الأسباب ولا يعرف للصبر طريقة فاستغفر ربه وقام وتوضأ وصلى وبكى في دعائه وهو يطلب عفو الله عما مضى ثم عدل تماما عن فكرة الطلاق وفكر أن هذه هي فرصته الذهبية كي يصبر وينول رضا الله عز وجل بعد أن سخط وأذنب في حياته كثيرا وقرر أن يصبر على زوجته عسى أن يصلحها الله له مع مرور الوقت تحمل الزوج الصراخ الدائم في المنزل وكلما وضع القطن في أذنيه كانت تزيد من صراخها في عناد عجيب وكانت الآية التي كتبها أمامه على الحائط بخط جميل تمده دائما بشحنة جديدة من الهدوء والصبر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فظل يردده حتى رزقهم الله بطفل جميل وكان من نعمة الله عليهما أن كان هذا الطفل في منتهى الهدوء لا يكاد يصدر منه صوت بكاؤه حالم كأنه غناء حيث عوض الله الزوج بهذا الطفل الوديع عن صبره وفرحت به زوجته جدا ورق قلبها وقل صراخها ومع الأيام تخلصت تماما من أي أثر لصدمتها القديمة وأصبح الزوج على يقين تام بأن الصبر على البلاء هو أجمل ما يفعله المسلم في هذه الحياة وأنه السبيل الوحيد للوصول إلى شاطئ النجاة الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار تزوجت خولة بنت ثعلبة من أوسل بن الصامت وكانت في مقتبل عمرها جميلة الوجه صغيرة السن وقد عاش معا عمرا طويلة نعما فيه بحياة سعيدة وعيشة هنيئة ثم تقدمت بهم السنون ولكن خولة كانت تحتفظ بشيء من جمالها وفي يوم ما قامت تصلي ورآها زوجها تقف في اعتدال وتركع في خشوع وتسجد في رفق فأعجب بها وعندما سلمت داعبها في مرح فافتعدت عنه فدهش وتملكه الغضب وثار وحرمها على نفسه كما حرمت عليه أمه بعد أن قال لها أنت علي كظهر أمي ولما سألت زوجها ماذا يقصد بقوله قال لها لقد حرمت علي وكان ما قاله أشد من الطلاق في الجاهلية فاحتارت في أمرها وصعب عليها أن تفترق عنه وهو أبو ولدها وحبيبها وزوجها الذي سكن إليها وسكنت إليه أعواما طويلة فذهبت إلى النبي تخبره بما أهمها علها تجد عندها مخرجا من مأزقها فتقدمت إليه تشكو حالها قائلة إن أوسن قد تزوجني وأنا شابة صغيرة فبعد أن كبرت وكبر سني وكثر أولادي جعلني كأمه وإن لي منه أولادا صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا ثم توسلت إلى رسول الله أن يصلح ما فسد من أمرها وما كان للنبي أن يقضي بأمره أو ينطق عن الهوى فهو رسول الله مرجعه النبأ من السماء وهو لم يتلقى في الأمر وحيا ولم يعرف لهذا السؤال جوابه لذلك قال لها ما عندي في أمرك شيء عند ذلك لجأت خوله إلى من تسع رحمته كل شيء إلى الله عز وجل مرسل الوحي ومبدع السماء والأرض ترجوه أن يزيل غمها ويفرج كربها وبينما هي في حيرتها ترفع وجهها إلى السماء حدث للنبي ما كان يحدث عند نزول الوحي ثم نطق لسانه بالذكر الحكيم وهناك أخبرها بأن الله قد سمع محاورتها من فوق سبع سماوات واستجاب لدعائها وأخبرها بأنه ليس على زوجها أو على من قال مثله بعد الآن إذا أراد أن يتحلل من أيمانه إلا أن يعتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينة ثم أرسل النبي إلى أوس فلما حضر إليه قال له ما الذي جعلك تفعل ما فعلت؟ قال إن الشيطان لعب بعقلي وأضاع صوابي فهل من وسيلة أسترجع بها زوجتي؟ قال له رسول الله نعم وقرأ عليه قوله تعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ثم قال له النبي هل تستطيع عتق رقبه؟ فقال لا والله فقال هل تستطيع الصوم؟ فقال أوس لا والله ولولا أني آكل في اليوم مرة أو مرتين لضعف بصري ولظننت أني أموت فقال له هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ فقال لا إلا أن تعينني منك بصدقة فمد النبي إليه يد المساعدة حتى استطاع أن يطعم ستين مسكينا وبذلك صارت زوجته حلالا له وجعل الله للمسلمين وسيلة للتحلل من هذه العادة الجاهلية وهكذا صار ضوء الإسلام في تلك الأماكن المظلمة ينير جوانبها ويبدد صحب الضلال في أنحائها قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليكونون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم